اشتركوا في القناة وفي نفس الوقت اخوانا عزائي الرؤية تكون مبشرة لأي شخص يكون مقرب لربنا سبحانه وتعالى بيعمل الطاعات وطبعا مداوم على الصلاة والصوم والاستغفار اخوانا عزائي هنتكلم عن تفاصيل رؤية الجمر في المنام وماذا تعني رؤية الجمر في المنام وماذا يعني الخوض في الجمر يعني المشي في الجمر اخوانا عزائي عزاكم الله في المنام زي ما قلنا رؤية مقلقة ورؤية مخيفة بس هنتكلم عن تفاصيل الرؤية ولكن قبل ما أخش في التفاصيل أحب عليكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار اول حاجة اخوانا عزائي بالنسبة للجمر في المنام هو يدل على شيء غالي ونفيس بمعنى ان ممكن يكون الجمر ده شيء زي مثلا الدين بتاعك او شيء زي مثلا صلة الارحام او شيء مثلا زي اصدقاء اعزاء بالنسبة ليك فممكن اخوانا عزائي نشوف ان احنا بندوس في الجمر او ان احنا ماشيين على الجمر في المنام اخوانا عزائي ده اشارة لان في شخص او انك قرائي ممكن تكون بتعمل خلافات بين اصدقاء اعزاء عندك او بين اقارب ليك او بين مثلا صلة ارحام يعني بتقطع صلة ارحام اخوانا عزائي عزاكم الله لان طبعا الجمر زي ما قلنا شيء عزيز عليك انت بتهدمه او انت مثلا بتدوس فيه يعني بتمشي عليه او بتقطع العلاقات اللي بينك وبين الناس دي ده تفسير كمان اخوانا عزائي في بعض المفسرين فسروا الجمر ان الجمر يعتبر جزء من الفتنة او جزء من مشتقات النار والنار عموما تدل على الفتنة فممكن زي ما انت بتمشي في النار او بتلاقي نار مولعة النار دي اشارة الى وجود فتنة كمان الجمر بيدل على وجود فتنة والفتنة بتكون ايضا مشكلة انت واقع فيها المشكلة دي ممكن تسبب لك مشاكل كتير جدا مع ناس قريبك مع ناس اصدقاء ليك مع ناس مثلا يعني احبابك او زملائك في الشغل كمان اخوانا عزائي ممكن الشخص يلاقي نفسه ان هو ماسك جمره في ايده فدي اشارة مهمة جدا ليه الا ان الشخص ده لازم يلتزم بامور دينه وان هو لو هو فعلا ملتزم فدي اشارة ليه ان هو من الناس المميزين الناس اللي هم قبضين على دينهم طبعا في حديث على رسول عليه السلام في معنى الحديث ان القابض على دينه كالقابض على جمره وده الكلام ده في اخر الزمان اللي هو الايام اللي احنا فيها يعني الشخص اللي هو متمسك بدينه متمسك بامور دينه كالقابض على جمره فممكن تشوف في المنام ان انت قابض على جمره فما تخافش الرؤية مبشرة جدا ليك وخاصة لو كنت من الناس القريبين لربنا سبحانه وتعالى مش بالشرط ان انت تكون قريب من الدرجة الاولى ولكن كفاية انك بتحاول تتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى حتى لو انت مأثر في بعض الاشياء اه ماتي يقسي وتحاول تكمل اه الامور اللي نقصاك وتحاول تقرب شوية بشوية هتلاقي نفسك وصلت لدرجة كويسة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى الرؤية مبشرة جدا للناس اللي هي بتحب الالتزام وبتلتزم لأوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبتلتزم في الطعام طيب الشخص الغير ملتزم زي ما قلنا اخوان العزاء دي فتنة او شيء عزكم الله بيقع فيه زي مشاكل او هموم او اي شيء كان يعني هيبقى عبارة عن عقبة في طريقه وكمان اخوان العزاء ممكن رؤية الجمرة في المنام او لما يبقى جمرة كتير في المنام والشخص مثلا شايف الجمرة ده من بعيد بيكون انظار وتحذير للشخص لانه يبعد عن امر هو مقبل عليه الامر ده مثلا فيه شك او فيه تردد ممكن تكون متردد من شيء او متردد من امر معين زي موضوع الزواج زي موضوع صفر زي موضوع شغل ولقيت مثلا ان المكان اللي انت رايح له ده فيه جمرة وفيه دخان ونار فاعرف على طول ان انت تبعد عن المكان ده لان انت ممكن تتئذي ممكن يحصل لك مشاكل اعزكم الله انت في غنى عنها فبالتالي لما انتبقى مقبل على شيء او مصلي صلاة استخارة مثلا في امره معين ولقيت الجمرة ده فاعرف ان انت ممكن تقع في مشاكل زي ما قلنا اخوان عزائق الرؤية بتختلف من تفسير شخص لشخص ففيه بعض الاحيان بتكون بشارة وبعض الاحيان بتكون انذار فانت شوف حالك مع ربنا سبحانه وتعالى ايه ومن خلال كده هتعرف ان كانت الرؤية بشارة لك او انذار اتمنى اخوان عزائق ان الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فضياتنا باستمرار وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته